السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد 11 حزيران يونيو طبعا اليوم في معلومات مهمة كثير لأنه اليوم في انتقال عطارد وفي انتقال بلوتو اللي رح يرجع من الدلو لبرج الجدي القمر اليوم موجود في برج الحوت ورح ينتقل برضو لبرج الحمل في ساعات بعد الظهر خلينا نشوف طبعا القمر الآن هو في برج الحوت في منزلة الرشا وهي منزل إلى العلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 21 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل بعديها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر أيضا وبما أنه القمر موجود من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر في برج الحوت معناته الناحية الروحية بتظل بتلعب دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما منجح في التركيز على موضوع معين من الذمر منكشف عن متاعبنا للغير وبنجد صعوبة باتخاذ قرار حاسب قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي هاي الفترة ممكن نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء للتصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم برضو في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وطبعا تأثيراتها من اليوم 11.6 وحتى يوم 26.6 طبعا ذروتها يوم 19.6 الساعة 53 دقيقة عصرا هاي الزاوية بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من ميل لتتبع أحلامنا ومشاريع خيالية ممكن ما يكون لها أي وجود أو اتبوء بالفشل بتعرف حياتنا نوع من أنواع التعقيد والفوضى والاضطراب ممكن يعني نميل لحل بعض المشاكل باللجوء للمهدئات والمسكنات والمخدرات والكحول والأدوية وبرضو ممكن نتعرض لبعض الوعكات الصحية الغامضة اللي هي عادة نبتيج من الوهم أو من الوسواس بتدل على عدم استقرار المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة تعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفان والأشياء المثال هيك وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حدوث تسمم جماعي كما ارتفاع أسعار النفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي من يوم 6.6 إلى يوم 12.6 تأثيراتها منصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولها دون أن يعبروا عنها بصراحة تجعلنا منطقيين في التفكير بتساعدنا على إنجاز أعمال صعبة والأعمال الفكرية أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 14.6 تقريبا طبعا هذه الزاوية بتزيد من حدثنا وحدث ذهننا وحدثنا ونقدنا بتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة بتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 15.7 طبعا ذروتها يوم 19.6 ساعة 3.52 دقيقة بعد العصر هذه الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن وبرضو في نوع من أنواع السعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري أو تأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وبرضو تأثيراتها هاي لبكرة آخر يوم لإلها اللي هو يوم 12.6 بتعزز قدرتنا القيادية بتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد منثقتنا بأنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا لنكون فعالين ومؤثرين وقياديين في محيطنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي تأثيراتها مستمرة لليوم 13.6 طبعا هاي بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين ما هي اللي بتدفعنا للعنف والعدواني وبتخلي مزاجنا سيء أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تأثيراتها إلى يوم 22.6 طبعا بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة المستوى المادي أو الاجتماعي وبرضو علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بالنسبة للزاوية طبعا اللي مع القمر اليوم أو الزاوية أو الأحداث اللي راح تصير اليوم ذروتها والزاوية هي من زواية يوم الأمس زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي طبعا ذروتها بعد قليل ولكن تأثيراتها من الآن وحتى ساعات ظهر يوم الأحد بخلق هذا الاتصال لدينا حاليا من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين بالمزاج وبتزيد صعوبات علاقاتنا مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي برضو تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم الأحد بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وبتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزي والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون وهذا روتها ساعة تسعة وثمان دقائق صباحا من صباح اليوم الأحد تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وحتى مساء يوم الأحد بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسبب لنا نوع من أنواع الاكتئاب تدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير طبعا هو انتقال كوكب بلوتو اللي رح ينتقل متراجع زي لما حكينا في حلقة انتقاله لبرج الدلو وانه هو خلال السنتين القادمات رح يظل رايح جاي رايح جاي يعني بروح على الدلو برجع للجدي بروح على الدلو برجع للجدي بعدين على الدلو بضل في الدلو الآن انتهت المرحلة الأولى الآن هو بتراجع في برج الدلو اليوم الساعة تسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا رح يرجع لبرج الجدي متراجعا ورح يكمل تراجعه ليوم 11 عشرة الساعة واحدة وتسعة دقائق من بعد منتصف ليل 11 عشرة بعدين بدو يرجع للحركة الأمامية في برج الجدي ورح يظل يعني الساعة 12 وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل لـ 21 وحد ألفين واربعة وعشرين لا يرجع لبرج الدلو مرة ثانية يعني هو الآن زي ما حكينا بتراجع وبضل يتراجع ليوم 11 عشرة في برج الجدي بعدين بدو يرجع للحركة الأمامية ليوم 21 وحد بيرجع من الجدي للدلو أما بالنسبة للحدث الذي يلي وهو انتقال العطارد إلى برج الجوزاء من برج الثور لبرج الجوزاء وطبعا في حلقة كاملة نزلت وموجودة على القناة بتشرح كل التفاصيل وتأثيراتها على الأبراج انتقال العطارد رح يكون اليوم الساعة 10 و 26 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بدو ينتقل ورح يظل موجود في برج الجوزاء حتى يوم 27 ستة لو يوم الثلاثاء الساعة 12 و 56 دقيقة بعد منتصف ليل 27 يعني احنا منبلش في 27 أساسا بيكون انتقل لبرج السرطان أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون ذروتها الساعة 11 و 19 دقيقة بعد الظهر طبعا هاي الزاوية تبدأ تأثيراتها من صباح يوم الأحد حتى مساء يوم الأحد بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع الساعة 21 دقيقة بانتقل القمر وبصير في برج الحمل لأنه اليوم ما في عنا خلو مسار يعني الانتقال بيكون بأقل من أجزاء من الثاني فعشان هيك ما في خلو مسار فالساعة 21 دقيقة بعد الظهر القمر بانتقل وبصير في برج الحمل عشان هيك منصير نشعر من ساعة ما بعد الظهر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا شيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراف حصل العيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا إدخال تعديل على قصة شعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي ذروتها الساعة وحدة وثلاثة وأربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات صباح يوم الأحد وحتى مساء يوم الأحد بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا وبتقوي ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات إلى الأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة اللي هي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين المشتري وهي من يوم ثلاثة ستة وأحنا منذكرها ورح تضل تأثيرات هاي الزاوية من ثلاثة ستة لعشرين ستة اليوم ذروتها ساعة ثلاثة وتسعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك تخلق لدينا رغبات غريبة بتسبب لنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل مما يسبب لنا اضطرابات صحية طبعا أعيئ لها علاقة بالأمور الفنية أكثر شيء فعشانيك والأمور التجارية فهي بتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير برضو بتعرف الميزان التجاري بعض العجز في التجارة الخارجية وبسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات على المستوى الفني برضو بتضيع الكثير من الأموال في الدعاية لمنتوجات معهيك ما بتلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون تأثيراتها أو ذروتها الساعة 11.39 دقيقة من مساء اليوم الأحد تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الأحد وبتستمر حتى ظهر يوم الاثنين هذه الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر عن القدمين وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألم والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هدول اللي بيصير فيهم المشاكل من ساعات ما بعد الظهر بيصير عن الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم هدول اللي بيصيروا أكثر حساسية طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشكلة ولكن بالنسبة للأسنان هو جيد لعملية العلاج وشيل العصب أو مراجعة طبيب أو علاج أسنان ولكن العمليات الجراحية اللي تتعلق بالأسنان أنا ما بنصح فيها هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا ما في أي مشاكل يصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا لأمور اللي إلها علاقة اللي هي معالجة الشعر ولكن القص العلاجي لا يصلح بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة ثلاثة ستة بيبدأ خلو المسار الساعة ستة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني مدة خلو المسار أربع دقائق بعدها بانتقل القمر لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ثلاثة وعشرين يوم في تمام الساعة عشر وخمستعشر دقيقة مساء بصغير أربع وعشرين يوم نسبة الإضاءة سبعة وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة منتحس الآن بنسبة أربعين في المية في ساعات الصباح بتصير منتحسي بنسبة خمستعش في المية القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل حتى يوم ثلاثة عش ستة هو الآن منتحس بنسبة عشرة في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمستعش في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمس واربعين في المية عطارد في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يظل في الجوزاء حتى يوم سبعة وعشرين ستة منتحس الآن بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمستعش في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاث وعشرين سبعة منتحس الآن بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 40% المشتري في الثاور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو وبدو ينتقل للجدي ورح يظل في الجدي حتى يوم 11-10 متراجع طبعا منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر رح يظل موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات ما بعد الظهر فعشان هيك من الآن ولا ساعات ما بعد الظهر بيظل التعب مسيطر عليكم بتكونوا تحافظوا على طاقتكم على انفعالاتكم الأجواء ما فيها هالخطورة الكثيرة ولكن الانتباه للصحة مطلوب وما تتخذوا أي قرارات حاسمة صحيح في تقلبات في المزاج وفي أمور بتستفزك حاول تضبط أعصابك من ساعات ما بعد الظهر هنا القمر بوصل لعندك وهاي بتبلش فترة جديدة مدتها أكثر من أسبوع نص بتعيدلك نشاطك المفقود ولكن زي ما حكينا في البداية احذر من مزاجك ورغم أنه اليوم فيه مفاجآت على المستوى الاجتماعي والمستوى العاطفي والنفسية بتتحسن بشكل جيد وحتى على المستوى الصحي الأمور بتصير ممتازة كثير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم القمر موجود في آخر درجات بيت العلاقات الاجتماعية وبعدين في ساعات ما بعد الظهر دي انتقل لبيت متاعبك فعشان هيك حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات الظهر بظل في نشاط اجتماعي ولقاءات مع الأصدقاء واتصالات وحوارات ومساعدة من بعض الأصدقاء لا إلك ولكن من ساعات ما بعد الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حاضروا من الدخول في منقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن تتطور للأسوأ اليوم ممكن يتوجهلك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وبرضو الأجواء مناسبة لأي عمل اجتماعي برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة بيتك العاشر فعشان هيك بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتعززوا علاقاتكم مع المسؤولين وديروا بالكم من أي عمل بشوه السمعة اليوم ما زالت الأجواء جيدة من الآن ولغاية ساعات الظهر لتقديم طلبات عمل أو مقابلات أو تقديم أعمال أتممتوها عشان يصير تكريم أو ترفيع أو ثنى على أعمالكم أما من ساعات ما بعد الظهر هنا القمر بيجي في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني ومساعدة صديق وأيضا بتعززوا علاقاتكم الاجتماعية بمناسبات ولقاءات ودعوات أيضا نشاط عالي جدا وفوائد كثير من علاقاتكم بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر بظل موجود في بيتك التاسع لغاية ساعات الظهر عشان هيك بظل فيه نشاط والاتصالات والحوارات والنقاشات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يجيك خبر من خارج البلاد يسعدك وبرضو النقاشات بالأمور الفلسفية والدينية والأمور هاي بالظل ممتازة حتى لقاءاتكم وتواصلكم مع الأحبة من ساعات ما بعد الظهر هنا القمر بيدخل لبيت السمعة عشان هيك حاولوا أنه تهدأوا حاولوا أنه ما تعصبوا كثير الأجواء جيدة لإنجاز بعض الأعمال والتواصل مع المسؤولين أو تعزيز علاقاتكم الاجتماعية وحتى الأمور اللي إلها علاقة ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعائلة ممكن تلفت انتباهك ولكن ما تثيروا المشاكل اضبطوا عصابكم وما تخالفوا القوانين برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا الأجواء الآن بلشت شوي يعني هيك تميل للفرج أكثر القمر الآن موجود في البيت الثامن لغاية ساعات بعد الظهر فبظل التركيز على الأموال المشتركة الفواتير دفعات ترتيب وضع مالي مشتريات أشياء من هذا القبيل أو مال الزوج والزوجة أو حساب مشترك ولكن بتكتم تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة لا تدينوا فلوس ولا تكفلوا حد في هاي الفترة من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في اتصالاتكم وأمور إلها علاقة بالسفر البعيد والعلاقات مع الأجانب وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم انتبهوا أثناء السفر ممكن تفقدوا بعض الأوراق أو الأمتعة أو يصير فيه تأخير بعض الأمور اللي إلها علاقة بأغراض مثلا مشتريينها من الخارج تعزيز العلاقات مع الأحبة بيكون ممتاز واللي عندهم امتحانات من بعد الظهر برضو ممتاز جدا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الظهر الطاقة ما زالت ضعيفة ولكن جيدة للتواصل والمصالحة والتقارب الفكري ما بينك وبين شركاكم أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولونكوا تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل ولكن الأمور المالية بيبلش فيها نوع من أنواع الانفراج أو وعود ممكن أنها تتعزز وتتحصل في خلال الأيام الجاية في انفراجات مالية ولكن بدها نوع من أنواع التركيز برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر الآن بدأ بمراحل المقابلة هو الآن في البيت السادس لغاية ساعات بعد الظهر عشان هيك بيظل التركيز على العمل وإنجاز بعض الأعمال ممكن تجد صعوبة في إنجاز أو إتمام بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل وحاول أنك تنتبه شوي لصحتك أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم القمر بصير مقابلكم تماما يعني جيد للتواصل مع الشركاء شراكاء العمل أو العاطفة ولكن بدكوا تنتبهوا لأن طاقتكم بتكون ضعيفة ابعدوا عن النقاشات والحوارات والمشاكل لأن هاي الأشياء اليوم مش لصالحكم برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعاً بتظل العاطفة قوية عندكم وبيميل وأحبائكم للتجاوب معكم لأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي ممكن تعزيز العلاقة مع الأبناء مع الأحبة لقاءات ترفيه فرحة فرحة تدخل على البيت أو إشي خبر سار يجيك اليوم من الآن ولغاية ساعات الظهر الأجواء رائعة أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بصير القمر في البيت السادس بصير التركيز على العمل وإتمام بعض الأعمال أهم إشي إنه تنتبهوا على صحتكم شوي بصيروا عصبيين زيادة عنفين شوي وخاصة مع الحبيب أو مع الأولاد عشان هيك بدكوا تحذروا شوي كثرة الأعمال والالتزامات ممكن شوية ورطك ببعض الأشياء إنه ما تقدر تتممها بنفس الوقت برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا هنا بدكم تتجنب وإدخال أي تغيير جذري على مسكنكم والاهتمامات بالمشتريات الغير ضرورية بالبيت هاي أهم ملاحظة ما زال القمر موجود في البيت الرابع لغاية ساعات ما بعد الظهر ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العائلية أو اللقاءات الاجتماعية العائلية أو فرحة خبر معين أو ديكور تغيير إنشغلات هاي الأمور اللي رح تظلم سيطرة عليك لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر هنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم الأجواء بتصير ممتازة جدا للتقارب العاطفي لممارسة هواية للتجميل لتغيير لأي شيء له علاقة بالمظهر العام الأجواء ممتازة حتى طاقتك وحيويتك بتكون غير من ساعات ما بعد الظهر طبعا هاي الأشياء اللي احنا ذكرناها ولكن من أهم الملاحظات إنه حاول أنك ما تنفعل وما تفتعل خلافات منزلية أو مع أحد أفراد العائلة أو مع الأحبة لأنه مزاجك شوي حاد ومتقلب في لحظات معينة رغم إنه ما في أي مخاطر ولكن لازم أن أبهد برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بيظل النشاط من الآن ولغاية ساعات الظهر بالتنقلات والاتصالات والحوارات والامتحانات والدراسة والإقناع والتسويق يعني نشاط عالي جدا بظل موجود عندكم وقدرة على الإقناع عالية وحتى عندكم طاقة رهيبة ما شاء الله من ساعات ما بعد الظهر هنا شوي لأنه القمر رح ينتقل للبيت الرابع فالاهتمام رح يصير إلو علاقة بالبيت والعائلة أكثر ممكن تهتموا بمسائل إلها علاقة بترتيب ورشة مناسبة معينة حدث عائلي شوي يطلب منك أنك تكون متواجد ومهتم أكثر بترتيبات وديكور اللي بديه يستأجر بيت اللي بديه يشتري بيت بديه يبيع عقار مثلا هاي الفترة مناسبة من ساعات ما بعد الظهر والأيام القادمة ولكن الآن بدك تضبط أعصابك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا التركيز كله رح يكون على مسائل إلها علاقة يعني بأشياء نقدر نقول بالأمور المالية فيه بيظل في فرص من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر على فرص مالية بتيجي من عمل إضافية أو مستردات هباة نوع من أنواع الدعم وأيضا المشتريات اللي مالها داعي فحاول تخفف من مصاريفك أما من ساعات ما بعد الظهر هنا القمر بانتقل للبيت الثالث فرح تنشطوا بالاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والأجواء رح تصير مميزة جدا لأنه هذا بيت حليف لإلك وقوي جدا بدعمك بالطاقة بيصير عندك قدرة على الإقناع والحوار والنقاش ولكن بدك تحذر شوي من مخالفات السير وأيضا الإصابات أثناء الحركة رغم أنه ما فيه أي مخاطر إلا أنه لازم أنوه لهذه النقاط وقدرة عالية جدا على الإقناع برضو رح تكون ممتازة جدا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ما زال النشاط موجود والطاقة عالية جدا وحيويتكم ممتازة وملفتين للانتباه بالنسبة للجنس الآخر وحيوية عالية حتى روحانيتكم مميزة خلال هذا اليوم صحيح أنه كان فيه بالأيام الماضي بعض الاضطرابات ولكن بلشت شوي تستقر الأمور بشكل إيجابي الأهم أنه من ساعات ما بعد الظهر هنا الاهتمام رح يصير على المستوى المالي فاليوم رح يفتح لك مكاسب مالية أو وعود لحل بعض المسائل المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن بدكوا تحذروا من المصاريف لأنه مزاجكم شوي صعب أو في بعض الإشي اللي مزعجكم إلو علاقة بالوضع المالي الأيام اللي جاي يعني ابتداء من يوم الغد تحديداً بتبلش الأمور تتضح أكثر وتعرف اتجاهك أو أي اتجاه رح تمشي فيه هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر